اشتركوا في القناة طب العلمانية التفكير النسبي غير والد مكفرة العقد الاجتماعي حنا عندنا سلطة دينية متغرغلة ومتحكمة التنوير ده ممنوع مبتداء من الشيخ علي عبد الرازق طعصين شو ما انت عايزش انت بنجيب محفوظ؟ نجيب محفوظ واخرين واخرين يجهد بالسمراء اول باول بيعملوا تصفية لأي بوادر لسلطان العقل ندخل بقى على الليبرالية لا دي غير وردة الفرض غير ورد كله قطيعة في اطار القطيعة تحرك الان في تكتل من دول الخليج ضد الاخوان دي ظاهرة جديدة دي معا وفي بيانات تستر ده صحيح؟ ايه اعتقد ان شرط الدبي كان واضح جدا اه كان واضح مش كده فيبقى انت عندك دلوقتي دول الخليج مع دول اسيا ممكن انها تحاصر فكر الاخوان في هذه الحالة فكر الاخوان اظن انه سيواجه ازمة وهي كيف يمكن ان يتعامل وهو في الحكم مع دول متاخمة لنا ومجورة لدول الخليج وكيف تتعامل ايضا مع اسيا في علاقتها الان مع دول الخليج في مواجهة مشكلات العصر اللي متدخلة فيها امريكا واوروبا يعني امريكا واوروبا الان اقرب الى دول الخليج ودول اسيا من اقترابها لمصر الان ايوة انا ده تصوري وفيه ازمة وفيه ازمة وطبعا الاخوان بيستغلوا فرصة مسألة اسرائيل ويعملوا تهديدات من سيناء لعل وعذا يمكن جر الجيش المصري الى اعادة الحرب مع اسرائيل لكن اظن ان القيادة العسكرية على وعي بما يحدث في سيناء وبالهدف من وراء ما يحدث في سيناء ومن هنا اظن ان ستحدث ازمة بين القيادة الجيش المصري والاخوة المسلمين مفهوم الحرب في القيادة العسكرية المصرية ده امن قومي يعني انا الجيش بتاع وظيفته فيه عدوه يهجم انا ادافعه لكن لا اصطنع الحرب لا ابدأ بالضبط مفهوم الحرب عند الاخوان هو يبدأ بالحرب المبادئة المبادئة بهدف اسلمة المنطقة واسلمة العالم فهو مضطر كفكر اخواني مضطر الى اشعال الحروف ولكن على مستوى التكتيك يتحدث عن احترام المعاهد الكامب ديفيد وانه محترم المعاهدات الدولية ووصل لأكتر من هذا يعني فيه كده نوع من الغزل الغريب والمريب بينهم وبين القيادة الامريكية او القيادات الامريكية في انعكاسها كانعكاس القمر على اسرائيل هم يتحدثون مثلا جم كلا ما كان موجود وقد وعودا ان المعاهدة قائمة حتى الدفئة الكويس قائمة ماندناش مشكلة خالص مع حتى الغاز برضو ماندناش مشكلة لكن لو الاضحة كم دي قصة تانية ماندناش علاقة بس اقول لك حاجة انا دائما التفت الى العبارات التي ينطقون بها عندما يتحدثون عن التزامهم بذات الدولية يقولون استطراضا ولكنها قابلة للتعديل والمناقشة دا تكتيك وانا الاحظ في نص العبارات بتاعتهم دائما تنتهي ومع ذلك انحن نحترم المعاهدات الدولية ولكن الرأي سيكون رأي الشعب واذا تغيرت الظروف يمكن ان نعيد النظر هذه العبارات هي التي تسمح لهم مستقبلا في دفع الجيش المصري الى افتعال حرب مع اسرائيل انه مسألة ان الجيش يرجع الى الفكنات ويستولى الاخوان على مؤسسات الدولة معناها القاتي معناها انه يحدث اسلمة للدولة ولمجتمع وعندما يحدث اسلمة للدولة ولمجتمع يدخل الجيش باعتباره من مؤسسات الدولة يدخل في الاسلمة شاء او لم يشاء لا تستطيع في هذه الحالة ان تستثنيه استلاء الاخوان على رئاسة الدولة معناها انك انت تبدأ اسلمة الكل بداية من القمة حتى القاعة